أعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس قراراً أممياً قدمته روسيا يهدف لتثبيت وقف إطلاق النار في سوريا الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الماضي كما أعرب القرار عن تطلع المجلس إلى الاجتماع الذي سيعقد في الأستانة في كازاخستان بين الحكومة السورية وممثل المعارضة المسلحة تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع القرار الذي أعدته روسيا لدعم اتفاقات الهدنة في سوريا وإطلاق العملية السياسية لتسوية الأزمة في البلاد وأكد مجلس الأمن الدولي من خلال إقرار المشروع أنه اطلع على وثائق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية والمسلحين بوساطة روسيا وتركيا فيما شدد على أهمية التنفيذ الكامل والفوري لبنود هذا الاتفاق كما أعرب القرار أن تطلع المجلس إلى الاجتماع الذي سيعقد في الأستانة في كازاخستان بين الحكومة السورية وممثل المعارضة المسلحة معتبرا إياه جزءا هاما من عملية سياسية بقيادة سوريا وبتسهيل من الأمم المتحدة وكان الرئيس الروسي في لدى مربوط أعلن الخميس الماضي عن التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في كافة أراضي سوريا واستعداد الأطراف المتنازعة لبدء مفاوضات السلام ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في منتصف ليلة الخميس الماضي فيما يؤكد مراقبون أنها ما زالت صامدة حتى الآن رغم بعض الخروقات وأشار بوتين إلى أن روسيا وتركيا وإيران أخذت على عاتقها الالتزامات بالرقابة على تنفيذ الهدنة ولعب دور الضامنين لعملية التسوية السورية ميدانيا استهدف الجيش السوري مجموعة من عناصر جبهة النصر في منطقة وادي بردا بريف دمشق بعد محاولتهم التسلل إلى نقطة عسكرية تابعة للجيش السوري